نيجي بقى نتكلم على اول الجوريزم معانا من خوارزميات الترتيب وهي اسمها البابل سورت. تعالوا بقى نشوف ايه حكاية البابل سورت دي. لو انا عندي شوية ارقام عايز ارتبهم. يعني انا اديتك شوية ارقام وقلتلك خد رتبلي الارقام دي. هتعمل ايه? في عندي اكتر من طريقة وكل واحد يجي في دماغه طريقة معينة ان هو يرتب بها الارقام. طيب اللي احنا بنتكلم فيها دي. جاية منين? في عندنا يعني طريقة او حاجة مهمة جدا لما اجي احل اي مشكلة في عمتا ان لو المشكلة بتبعت كبيرة فانا بقعد اجزاءها واقس سما وصغرها لاجزاء اصغر واصغر واحل الجزء الصغير ده. وبعدين استخدم الحل بتاع الجزء الصغير في ان انا اقبر المشكلة اقبرها شوية كمان يعني بدل ما كانت صغيرة اقبرها شوية واستخدم الحل ده في حل الجزء الكبير. طيب تعالوا نستخدم الطريقة ديت في ان انا افكر في طريقة ان انا احل بيها مشكلة الترتيب او ارتب بيها العناصر دي. انا عندي مجموعة عناصر وعددهم هنا تسعة. عايز ارتب التسعة ارقام دول. وعايز ارتبهم ترتيب تصادي. يعني احنا احنا بنشرح اي الجوريزم في الترتيب هنشتغل ان احنا بنرتب ترتيب تصادي. طبعا لو بترتب ترتيب تنزلي فانت هتعكسها يعني بدل مسلا الاكبر تبقى اصغر وهكزة يعني. المهم. انا عايز اصغر المشكلة بتاعتي. بدل ما انا شغال على تسعة ارقام عايز اصغرها وصغرها. طيب. هنصغرها لحد امتى? او ايه اصغر جزء ممكن اوصل له? اصغر جزء ممكن اوصل له ان انا عندي رقم واحد بس وعايز ارتبه. لو انا عندي رقم واحد وعايز ارتبه هعمل ايه? سيبه زي ما هو. هو مترتب اصلا يعني هو رقم واحد هترتب في ايه? فهو خلاص طيب. رقم واحد سيبه زي ما هو. طب اه ده ما مفدنش باي حاجة. يعني طلع رقم بتسيبه زي ما هو. طب لو رقمين هتسيبه زي ما هم. لا. فالجزء ده ما فدناش بحاجة. او مش جايب معنا طريقة كويسة ان احنا ايه نحل المشكلة بها. طيب نتقبل الجزء شوية. بدل ما انا عندي رقم واحد هيبه عندي رقمين. هتعمل ايه فيهم? لو انا اديتك رقمين وعايز ترتبهم هتعمل ايه? هتاخدوا الرقم الاولاني وتقرنوا بالرقم التاني. لو هو اكبر منه هتبدله. لو رقم الاولاني اكبر من الرقم التاني هتبدل الرقمين ببعض. ده لو انا اديتك رقمين وقولت لك رتبهم. يعني ده اللي هيجي في دماغ اي حد الطريقة اللي هيجي في بال اي حد ان هو هيرتب بها الرقمين دو. الاولاني قرنوا بالتاني. لقيت الاول اكبر هتبدل اللي اتنين ببعض. طيب لو اديتك تلات ارقام هتعمل ايه? واحد هيقول لك اه نفس اللي انا عملته في الطريقة اللي فاتت. يعني انا كان عندي رقمين. خدت الاولاني. قرنته بالتاني. لقيته اكبر منه. فبدلته. فهنا قال لك هعمل برضو نفس الطريقة. هاخد الاولاني. اقرنه بالتاني. لقيت الاول اكبر منه هبدل اللي اتنين مع بعض. طيب. بعد ما هبدل الاتنين مع بعض. كمل بقى. انا كده خلاص. لقيت ان هو ان الرقم الاول اكبر من التاني. فبدلتهم. فبقى كده عندي برضو تلات ارقام. انا كده رتبت اول رقمين. طيب اعمل ايه بعد كده? لا خلاص رتب بقى الرقمين التانيين. اللي هو التاني رقم وثالت رقم. اقرنهم ببعض. لقيت التاني اكبر من التالت هبدلهم. وابقى كده انا رتبت التلات ارقام. طيب لو عندي عشر ارقام او مليون رقم. نفس الطريقة. انا هاخد رقم او رقمين برقمين اه خارنهم ببعض. لقيت اه الاول هو الكبير ابدله. يعني اخد مسلا الاول مع التاني. بعدين التاني مع التالت. التالت مع الرابع. وهكزا. واعود ابدل الكبير بالصغير. وهو ده البابل بكل بساطة. هما سموها بابل وكل بابل جاء من فقاعة. فقاعة يعني بتعمل فقاعة كده حوالين رقمين. وتقارن الرقمين دول ببعض. يعني انت عملت رتب رقمين برقمين. ورقمين برقمين. طيب. نجي بقى ايه? نشوف واحدة واحدة على شوية الارقام اللي عمدنا دول. اول حاجة هياخد اول رقمين. اقارنهم ببعض. التمانية اكبر من الاتنين? اه اكبر من الاتنين. ابدلهم ببعض. فيبقى عمدي الارقام بالشكل ده. اول اري بعد اول خطوة هيبقى عندي بالشكل ده. ان اول رقمين بدلتهم ببعض. طيب بعد كده اخد بقى الرقمين اللي بعده التمانية والتسعة. اقارنهم ببعض. من الكبير? اه التسعة هي الكبيرة. او اه التمانية اصغر من التسعة. فخلاص هسيبهم زي ما او مش هعمل اي حاجة. انا خلاص التمانية صغير انا لو كان الاولاني اكبر من التاني بابدلهم. لان انا عايز ارتب ترتيب لصعودي. فالمفروض الصغير يبقى هو الاول. هنا الصغير هو الاول. تماما مفيش اي مشكلة. بنشتغل بقى بعد كده التسعة مع الخامسة. رقمت باخد الاول مع التاني. بعدين التاني مع التالت. بعدين مع التالت مع الرابع. التسعة مع الخمسة. اقارنهم ببعض. من الكبير? الاول كبير. خلاص. ابدلهم. طالما الاول هو الكبير. ابدلهم ببعض. لان انا عايز الصغير يبقى موجود في الاول. وافضل بقى هكزا اخد التسعة مع الستة اقارنه من الكبير التسعة الكبيرة الاولان يعني الرقم الاول هو الكبير. خلص الرقم الاول هو الكبير ابدلهم ببعض. وافضل ماشي هكزا لحد موصل لاخر الري بتاعتي. وهنا هلاقي ان الرقم الكبير بقى موجود في الاخر. يعني اكبر رقم في كل الارقام اللي عمدي موجود في اخر الري. يبقى انا حتى الان اللي انا عملته. انا مشيت على الري رقم رقم. مشيت على الارقام بتاعتي رقم رقم. باخد كل رقم اقارنه باللي بعده. لو لقيته كبير يعني لو لقيت الرقم اكبر من اللي بعده ببدله. وهكزا لحد الاخر. فلما اعمل كده انا الرقم الكبير عمال ارحاله. الكبير يترحل. الكبير يترحل. يعني يبدل لحد ما يوصل في النهاية ان الرقم الكبير هيبقى موجود عندي في اخر الارقام بتاعتي. وهو موجود في اخر الري. طيب ده كده من اول لفة على العناصر بتاعتي. يبقى لما لفيت على العناصر خليت الرقم الكبير هو اللي في الاخر. طيب اعمل ايه بعد كده. قرر نفس العملية. انا كده اللفة الواحدة خلتنا جيب الرقم الكبير يبقى موجود في الاخر. فبقى عندي الرقم الكبير في الاخر. طب الجزء ده مش مترتب. انا عايز الرقم الكبير هنا او في التمن ارقام دول من اول الاتنين لحد الواحد. الرقم الكبير يبقى موجود في الاخر برضو. في اخر الجزء ده. طب اعملها ازاي? اقرر العملية تاني. هاخد اول رقم ايه? اقارنهم ببعض. هل الرقم الاولان كبير? لا مش كبير. طب بعد كده اقارن الاتنين اللي بعضهم ببعض. هل الرقم الاولان كبير? اه الرقم الاولان كبير. ابديلهم. وهكزا اقارن الاتنين اللي بعضهم ببعض. الرقم الاول كبير? اه كبير. وهكزا وافضل ماشي لحد ما هوصل في النهاية ان التمانية بقت موجودة في اخر الاري بتاعتي اللي هي اه في اخر الجزء ده طيب حلو بيبقى اللي انا باخد رقم وقرنه باللي بعده الاول مع التاني التاني مع التالت التالت مع الرابع وهكزا لقيت الاولان كبير ابدله كل لفة على العناصر كلها بتجيب لي الرقم الكبير يتحط في الاخر بعدين بقرر العملية دي بفضل اقررها وقررها وقررها لحد ما في النهاية اوصل ان الاري بتاعتي تترتب ان هو كل العناصر بقى تبقى مترتبة يعني المفوضة قرر العملية دي تاني احنا عملناها مدلوقتي مرتين فاكبر رقمين بقى موجودين في الاخر طيب بعد كده اعملها مرة امان فاكبر رقم هيبقى موجود في الاخر وهكزا هيعد الارقام تترحل معي طيب يبقى السودو كود بتاع البابل سورت ان انا عندي اول حاجة بعمل لوب او بمشي على الارقام كلها من الاول لحد الاخر خلي بدك انا دي بتكلم في اللوب بتاعت الجي اللوب بتاعت الجي بمشي على ارقام كلها من الاول لحد الاخر بشوف لو اللي انا واقف في دلوقتي اكبر من اللي بعده ببدل اللي اتنين ببعض وهكزا وافضل ماشي طيب انا عملت اللفة ديت مرة واحدة فلما عملتها مرة واحدة جابت له الرقم الكبير في الاخر طب عايز اقررها كمان فعملت لوب برا يعني خدت اللوب دي وقررتها يعني حطت اللوب دي جوه لوب تانية فاللوب بتاعت الاي هي اللي بتقرر اه العملية الاساسية بتاعتي. انا العملية الاساسية ان انا بمشي على كل الارقام بقررن الرقم باللي بعده وبدل لحد ما اجيب اخر رقم يبقى موجود في اخر الاري بتاعتي او اه موجود في اخر العناصر. طيب العملية دي انا محتاجة قررها. فانا هياخد العملية دي او الدي دي وحطها جوه لوب تانية اللي هي تقررها لي. فده كده بتاع طيب. هنا بقى في ملحوظة. انا هنا خليتي الجي من الصفر لحد الان ماقص الاي. ليه? انا هقرر العملية دي على حسب عدد العناصر اللي موجودة عندي. يعني لو انا عندي مسلا اه خمس ارقام فانا في مرة هاخد الرقم الكبير احطه في الاخر. في اخر الخمسة. بعدين مرة اخد الرقم احطه في الاخر. مرة تانية وكزا لحد ايه مرتب الارقام كلها. فانا هقرر عملية اه ان انا اخد الرقم الكبير وحطه في الاخر او عملية البابل هقررها اكتر من مرة على حسب عدد العناصر اللي عندي. عشان كده اللي بره من الاي من صفر لحد الان. طيب. انا في اول مرة خالص. اني لو رجعنا كده. في اول مرة انا خدت الرقم بتاعي اللي هو التسعة وحطيته في الاخر. طيب المرة اللي بعدها انا هاخد التمانية وحطها قبل التسعة. فحجم الجزء بتاعي اللي انا بعمل فيه البابل عمال يقل معايا. في الاول كان تسعة بعد كده تمانية بعد كده سبعة. فهو عمال يقل. فعملية البابل مع كل مرة او مع كل لوب خارجية عددها بيقل مرة تبقى تسعة تمانية سبعة وهكزا. فعشان كده هنا انا عملت اني ناقص اي. لان لما الاي تبقى بصفر عبا الان مسلا بتسعة فاني ناقص اي فهي هي تبقى تسعة. طب الاي بواحد تبقى تمانية الاي باتنين تبقى سبعة وهكزا. فالجزء اللي انا بعمل فيه بابل عمال يقل معايا. مش سابت. طبعا انا لو خلتها انها تشتغل عادي. ما فيش اي مشكلة انها هياجل مسلا الجزء اللي بعد كده على ان مسلا بقارن التمانية بالتسعة التمانية اقل فعاجل بعد كده هقارن السبعة بالتمانية اقل بعد كده التمانية بالتسعة اقل فمش هعمل سواب. فده عادي يعني لو انا خلتها ان برضو هتشتغل ما فيش اي مشكلة. ولكن احنا ايه? نقلل الكود بتاعنا او نقلل العملات اللي نعملها. انا ليه اعمل اه لوب او او ليه اعمل تشيك على الجزء اللي مترتب اصلا. طب ما اصغر الجزء اللي انا بعمل فيه بابل في كل مرة. فعشان كده انا عملت اللي هي الان ناقص الاي. طيب نيجي بقى نعمل للالجوريزم بتاعتنا. احنا قولنا لما يجي نعمل بعملها في البستكيس والورستكيس. طيب انا هنا بالنسبة للبابل سورت ايه بتاعتها وايه بتاعتها. انا مش عارف. يعني مش جاي في دماغي ايه اللي ممكن تكون بستكيس وايه اللي ممكن تكون وورستكيس. هقولك بسيطة. شوف احتمالات المشكلة اللي عندك. يعني انا عايز ارتب مجموعة عناصر. ايه الاحتمالات بتاع شكل العناصر ديت? ممكن عناصر تكون مترتبة اصلا. او مش مترتبة يعني متلغبطة. او العناصر مترتبة بالعكس. يعني انا عايز ارتبها تصعادي وهي مترتبة تنازولي. يبقى انا كده المشكلة بتاعت الترتيب ليها التلات احتمالات دول. يا اما عناصر مترتبة زي ما انا عايز. يا اما نص مترتبة يعني عناصر متلغبطة. يا اما مترتبة بالعكس. يعني انا عايز اتصعادي وهي مترتبة تنازولي. خلاص. ادري السلوك الالجوريزم تحت الثلاث ظروف دول. واشوف اكبر واحدة هتبقى هي واصغر واحدة هي هتبقى البست كيس. اكيد يعني بالعقل. احنا ايه? نتزاكى عليها. طيب. تعالوا نشوف الالجوريزم بتاعتنا اللي هي البابل سورت. لو مثلا ايه عناصر مش مترتبة. ودي الحالة الشائعة يعني هجي العناصر مش مترتبة. ايه اللي هيحصل فيها? او الالجوريزم دي هتمشي ازاي? همشي من الصفر لحد الان. تمام. مشيت من الصفر لحد الان. طيب وبعدين هعمل جواها تانية من الصفر لحد الان. يعني هفضل ماشي على العناصر الاول والتاني التاني والتالت والرابع. وهكزا لحد الان. واقعد اقرر العملية دي. فكده العملية دي تاخد مني ان تربية. ان لوب جوا لوب. اه اللوب ديت من ان واللوب دي من ان. طب واحد يقول لك طب ما هي اللوب اللي جوه انه ناقص اي مش ان. هقول لك وما له يعني اعملها ان في انه ناقص اي. هتبقى ايه? هتبقى ان تربيع ناقص ان في اي. احنا بناخد الجزء الكبير فيبقى هو ان تربيع. بسيطة. المهم ما هيجي في النهاية ان هي ان تربيع. طيب يبقى ده لو العناصر مش مترتبة هي اخدت مننا ان تربيع. طيب حلو. لو العناصر مترتبة. لو هي مترتبة ترتيب تصاعدة. او مترتبة زي ما انا عايز. اللوب دي هتمشي ازاي? هتمشي عادية خالص يعني او الالجوريزم بتاعتنا هتمشي عادي خالص. ان انا هاخد الاول بالتاني قرنه هلاقي الاولان صغير فمش هعمل السواب. التاني بالتالتة قرنه مش هعمل السواب. التالت برابعة قرنه مش هعمل السواب وهكذا وارجع برضو اقرر اللوب تاني اللي هي اللوب الخارجية بتاعته الاي. فعمالة تتقرن معي. فحتى لو العناصر المترتبة اللي اتنين اللوب هيبقوا شغالين. يعني مفيش حاجة توقفهم. اللي اتنين اللوب شغالين. فبرضو تاخد مني ان تربية. طيب لو مترتبة بالعكس برضو اللي اتنين اللوب هيبقوا شغالين. فتاخد مني ان تربية. فيبها هي في التلات حالات دول بتاخد ان تربية. وهنا بقى بنقول ان هي ملهاش لا بيست كيس ولا ورست كيس. ان هي ماشية اي حاجة. هي لها حالة واحدة بس. هي حالة سيئة. ملهاش بيست كيس. هي دايما ورست. دايما واخده ان تربيع مهما كان شكل العناصر بتاعتنا. يبقى على وضعها كده اللي احنا كاتبينه بيها بتاخد مني ان تربيع. دايما مهما كان شكل العناصر. طيب هل دي حاجة حلوة? يعني هي تاخد ان تربيع على طول دي حاجة حلوة? طبعا لا. انا ممكن اعمل احسن من كده. طب اعمل احسن من كده في ايه? احنا مشكلتنا هنا ان هي ملهاش لبستكيس وورستكيس. طب احنا عايزين نضف لها بستكيس. طيب. تعالوا بقى ايه? نشوف حالة من الحالات التلاتة اللي قلناهم. مين فيهم ينفع تبقى بستكيس? او نعدل في الالجوريزم بتاعتنا عشان تمشيها ان هي بستكيس. هل لو العناصر بتاعتي مش مترتبة دي تنفع ان هي تبقى بستكيس? ازاي المفروض ديت ان هي تبقى وورستكيس? دي المشكلة اللي هي بتحلها. فهي هترتبه. فدي هتنفعش. لو العناصر مترتبة او يا اسف لو العناصر مش مترتبة فانا المفروض ان انا هرتبها. فانا همشي على كل عنصر واقرنه بالبعد. كل عنصر واقرنه بالبعد. وهكزا. فالتنين دايما هيشتغلوا معايا. لازم يشتغلوا معايا. طيب لو هي مترتبة بالعكس. لو الاري مترتبة بالعكس. ينفع. برضو ما ينفعش ان هي هي لو. حتى لو هي مش بترتبة لان انا دايما اه لو مش بترتبة فانا في حالات ممكن معاملش فيها سواب زي ما شوفنا في المسال ممكن مسلا الرقم اللي بقرنب اقرنب اللي بعده اقلاقي هو صغير فاسيبه زي ما هو وتنقل على اللي بعد وقرنب اللي بعده وكزا ففي حالات ممكن ما حصلش فيها سواب ولكن لو هي مترتبة بالعكس فانا دايما الرقم الاولان هيبقى اكبر من الرقم التاني او اكبر من الرقم اللي بعده يعني فهنا لازم اعملي سواب. فيبقى لو بتاعتك مترتبة بالعكس فانا دايما بعمل سواب. فدايما اللي تنلوه بشغالين معاه. طيب ما فاضلش بقى كده الا ازا كانت بتاعتك مترتبة زي ما انا عايز. هل دي ممكن نلعب فيها? تعالوا نفكر كده. نرجع نشوف بتاعتنا تحت الظرف ده ان بتاعتك تبقى مترتبة ترتيب مزبوط زي ما انا عايز. احنا قلنا ان انا هاخد الانصر الاولاني اقرنه بالتاني. لاي الاول صغير فاسيبه مش هعمل سواب. التاني بالتالت مش هعمل السواب. التالت بالرابع مش هعمل السواب. هخلص اول لوب في الجيه وانا ما عملتش اي سواب. طيب اللي بعدها بقى لما الخارجية تدخل مرة تانية عشان تنفز الجيه. هلاقي برضو ان انا ماشي. الاول مع التاني ما بعملش السواب. التاني مع التالت ما بعملش سواب التالت مرة ما بعملش سواب لحد الاخر برضو هلاقي ان انا ما بعملش سواب طيب اللوب الاي تتقرر برضو اعمال ما بعملش سواب اوبا هنا بقى مفتاح حل اللقس او دي بقى ايه طرف الخط اللي احنا هنمشي عليه انا مشكلتي هنا ان اللوب الخارجية بتتقرر حتى لو انا نفست اللوب الداخلية كلها وما عملش سواب لان انا لو نفست اللوب الداخلية كلها مشيت على عناصر كلهم وما عملش سواب فكده هم مترتبين اصلا ليه ارجع اعمل اللوب الخارجية من تاني يعني انا مثلا في اول مرة كنت بعمل البابل او اللوب بتاعت البابل كنت بعملها على خمس عناصر فمشيت على خمس عناصر وما عملش سواب فيهم كلهم ما حصلش ولا مرة حصل فيها سواب هل في معنى او حاجة منطقية ان انا اقولك طب يعمل لي بقى بابل في الاربع عناصر الاولين طب ما هو بالمنطق كده اكيد مش هيحصل فيهم اي سواب لان انا لسه لافف عليهم لما قدت لافف على الخمسة فكده اكيد لو هلفها على الاربع تاني مش يحصل سواب يبقى انا عمال بلفها على الفادي يبقى هنا بقى ايه طرف الخيد بتاعنا ان انا عايز اوقف اللوب الخارجية خلي بقى لك اللوب الخارجية لو اللوب الداخلية خلصت وما عملتش سواب فيها يبقى انا دلوقتي محتاج حاجة تعرفني هل انا عملت سواب جوه اللوب الداخلية ولا لأ وطالما بقى جينا لحطة حاجة تعرفني هل عملت سواب ولا لأ يعني يعني بنستخدم يعني من نوع يعني نحن بنسميه فلاج لانوها بيبقى عالم او اشارة كده على حاجة معينة طيب نيجي بقى ايه نشوف الجديدة او الشكل الجديد للبابل اللي هي فيها ده تحسين الالجوريزم بتاعتنا احنا مشكلتنا ان انا عايز اللوب الخارجية تقف لو انا ما عملتش سواب فده معناه ان اللوب الداخلية هتشتغل لو انا عملت سواب لوب مرتبطة بشرط لوب مرتبطة بشرط دماغها على طول تروح لويل انا هنا معرف الوائز سواب والكيما بتاعته الابتدائية بترول يعني اللوب الخارجية في الاول المفروض ان هي تتنفس فقلت لنا طول ما انا عملت سواب طالما بتروح اعمل ايه يروح ينفز لي اللوب الداخلية دي طبعا عامل اللي هو الايو بزوده بتاعه عشان انا اقصه من الانه في كل مرة يعني اصغر حجم الجزء اللي انا بعمل فيه البابل طيب نيجي بقى نفكر ازاي اعرف هل حصل سواب في اللوب الداخلية ولا لأ انا هفترض ان انا في البداية ما حصلش اي سواب يعني انا من جوه اللوب اقدر اعرف هو حصل السواب ولا لأ يعني لما اعمل سواب انا بيهك ان انا عملت سواب ولكن مفيش حاجة تعرفني هل انا لو خرقت من اللوب انا عملت سواب جواها ولا لأ انا من جوه اللوب اعرف ان حصل سواب لان انا بعمل سواب جوه اللوب نفسها فانا هفترض ان وانا داخل اللوب ان مفيش اي سواب هتحصل يعني انا ايه داخل اللوب الداخلية اللي هي بتاعة البابل اللوب بتاعة الجه داخلها كده 100 صفية وفارد ان مفيش اي سواب هايحصل يعني انا راجل ايه متفائل وأن الحاسس ايه ان القvidative سواب هتحصل ان العناصر بتاعتم متلتبة وما فيش السواب هتحصل اللوب تشتغل عادي ابا فاجأة بقى يحصل سواب في نص اللوب فتقول لك خلي بالك العشم اللي انت قد تدخل به انساء ايه ده خلاص الامل ده مات فيه اسواب حصل جوه اللوب بتاعتي يبقى انا لما اجي اعمل اسواب اقول لك ايه اسواب الفاريبل بتاعي انه هو حصل اسواب فلما اخرج من اللوب ده وهو حصل اسواب ارجع للويل الويل تتقرر طيب لو انا خرقت من اللوب بتاعت الجي وما حصلش اي اسواب هخرج منها والاسواب بفولس لان انا مخليه بفولس قبل ما ادخلها فانا خرقت وكمتوا ما تغيرتش فقيمتوا هتفضل بفولس فاجل الويل الويل تلاقي ان اسواب بفولس فما تتنفس يبقى لو العناصر بتاعتي مترتابة انا همشي عليهم كلهم اللوب الداخلية مش يحصل فيها اي سواب وطالما ما حصلش سواب يبقى قيمة الفاريبل مش هتتغير يبقى هتفضل بفولس فاللوب الخارجية مش هتشتغل معي طبعا فيه اكتر من الطريق ان انت تعمل بيها التحسين ده ممكن اعملها بفور عادي يعني انا اعمل بفور عادي يعني انا اعمل بفور عادي يعني والبرا هتبقى فور فور اي لحد من الصفر لحد الان وتمام مفيش اي مشكلة واجه من جوة بعد اللوب دي تشوف لو حصل السواب اعمل بريك لللوب بتاعت الفور عادي يعني هي هي يعني مش لازم انت تعمل لها بوايل ممكن تعمل لها بفور عادي برضو فور وبريك ان انت توقف في اللوب لو حصل السواب ولكن هي وايل اصلا هي بتشتغل لو كيمة الفاريبل ده بترو يبقى قولو طول ما فيه السواب حصل نفز لي الكود ده وده كده تحسين للبابل سورت طيب تعالوا بقى نشوف الاناليسز بتاعنا في الورستكيس ان الاري بتاعتي تبقى مترتبة بالعكس او مترتبة ترتيب متلقبط طبعا الورستكيس ان هي تبقى مترتبة بالعكس ليه؟ لان لو هاي مترتبة ترتيب متلقبط في احتمال انه ما يحصلش معي اي سواب يعني في احتمال ان بعض اللي سوابز تتلغي ما تحصلش اصلا ولكن لو هاي مترتبة ترتيب بالعكس فدايما اللي السواب بيحصل يعني لو هاي متلقبطة بتوفر معي شوية سوابز فعشان كده بنقول ان الورستكيس هي لو هي مترتبة بالعكس وهتاخد مني ان تربيع طيب لو هي مترتبة في الترتيب اللي انا عايزه يعني لو انا عايزة تصعودي فهي جاية مترتبة تصعودي وهنا هتاخد مني ان ليه ان؟ لان اللوب اللوب الداخلية اللي هي بتاعت الجي هتتنفذ مرة واحدة اللوب اللي جوا ده انا هدخلها مرة مش هدخل فيها تاني انا هدخلها مرة واحدة بس فاللوب اللي جوا دي هتتنفذ مرة واحدة مش هتقرد تتقرر معي فعشان كده هي تعتبر او اف ان خلي بالك مش اي اتنين اللوب جوا بعض يدو لك ان تربيع لازم تبقى فاهم طبيعة اللوب بالزبط هي ماشية ازاي طيب ده كده اللي هي البابل سورت طب نيجي بقى ايه نلخص الكلام ده البابل سورت انا بمشي على العنصر وبقرنه باللي بعده العنصر بقرنه باللي بعده العنصر بقرنه باللي بعده وهكذا اه لو لقيت العنصر اللي انا فيه اكبر من اللي بعده ببدل الاتنين ببعض مع اول لفة الاخر او اقبر رقم بيبقى موجود في الاخر ده طبعا لو انا برتب الترتيب تصعودي يعني لو انا عايز ارتيب الترتيب كان ازولها اشوف لو اللي انا فيه اصغر من اللي بعده وابدلهم اه وبقرر العملاء دي لحد ما ارتب العناصر كلها اه خاص بقى البابل سورت اللي هو الوقت بتاعها اوقف ان تربيع البست كيس بتاعها اوقف ان والورست كيس اوقف ان تربيع طبعا يا كانت في الاول اوقف ان تربيع احنا عملنا لها تحسين عشان نخلي فيه بست كيس اوقف ان وورست كيس اوقف ان تربيع لان انا ما عملتش اي قري جديدة واحد اقول لك طب انت عملت شوية طب دي حاجات سابتة يعني هل او انا دخلت لك اه مسلا القري فيها خمسين عنصر الفاريابلز دي هتزيد لا مش هتزيد وما يفضلوا طول عمرهم تلاتة فبنقول ان هي اوقف وان ده اللي هي زي كده ما لقاش علاقة بحاجة الانبوب بتاعي ولكن لو انا بعمل جديدة فدي بقى اللي هيدخل معايا بقى حسابات الان وعدد العنصر بتاع الاريه الاصلية والكلام ده وطبعا هي لان انا برتب في نفس الاريه يعني دي اخدوا الاريه الرقم بقرنب اللي بعده وبدلهم مع بعض في نفس الاريه فهي ان لو انت بتعمل الاريه تانية فاكيد انت بتعمل الاريه تانية وديت الاجوريزم استابل طيب ليه استابل احنا قلنا في الستابل معناها ان العنصر او العناصر في الاريه المترتبة العناصر المتشابه يعني عناصر متساوية في الاريه المترتبة تظهر بنفس ترتبة في الاريه اللي مش مترتبة طيب انا في البابل سورت انا باخد الرقم وبقرنب اللي بعده لو الرقم اكبر ببدلهم طب لو الرقم اقال لو الرقم المتساويين هيفضل زي ما هم يعني ترتبهم مش هيختلف الرقم الاولين هيفضل زي ما هو والرقم التاني هيفضل زي ما هو فعشان كده هي ستيبل سورت نيجي بقى نشوف وهنا وقف الفيديو وحاول انت تعمل بتاعها بنفسك انت معاك السودو كود موجود هنا هو خد السودو كود وعمل له بنفسك اه قبل ما تشوف او قبل ما تكمل الفيديو يعني حاول انك ايه تعمل وتزبطه وبعدين نشوف اللي انا عامله في الفيديو ده طيب اه نيجي بقى نشوف ده كده بتاع البابل سورت طبعا بديلها القرية وبديلها اللينس بتاع القرية وعدها لعناصر اللي جوة القرية عملت اللي هو اللي هو اللي هو وبقل له طول ما اللي هو خليه زي ما قلنا وعملت اللوب بتاعت الجي من الجي اقل من اللينس نقص الاي نقص الواحد يعني عشان ايه اه انا مش لازم اوصل لاخر القرية يعني يعني ايه اه اللي هو اه الري اف جزء دي واحد اللي هو اللي بعده اعمل لي السواب الكود ده كده بتوعي السواب يعني لو انا عايز اعمل السواب لاتنين انا عندي متغيرين عايز ابدل قيمتهم عندي كوبايتين فيهم عصير عايز مسلا الاولانية فيها عصير مانجا والتانية فيها عصير برتقان عايز العصير البرتقان احطه في الكوباية اللي فيها عصير المانجا وعصير المانجا حطه في الكوباية اللي فيها عصير برتقان هاعمل ايه منطق ان انا هجيب كوباية تلتة افضضي فيها واحدة منهم وبعدين اه مثلا افضي فيها المنجا كوباية الثالتة دي افضي فيها المنجا واخد البرتقان افضي في كوباية المنجا اللي بابت فضيا دلوقتي وبعدين اخد العصير المنجا من الكوباية اللي انا جبتها زيادة وحطها في كوباية بتاعت البرتقان وده اللي انا عملت grabawid لازم يبقى فيه variable معايا ان انا اه احط فيه القيمة بتاعتي. اخزن فيها القيمة ايه? على جن. كده يعني ايه? حاجة مؤقتة. فانا عملت خزنتي فيه اللي هي الاري اوف جي. ايه بعدين قلت له بقى اخد لي الجزء ده واحد احطهولي في الجي. وكده هي حتى الان يعني السطر ده خلالي الجي فاضي. اخد بقى الجزء ده واحد وحطها جوه الجي. فكده الجزء ده واحد بقت فاضي. احط بقى فيها بتاعي. اللي هو اللي هو التمي. هو طبعا كلمة فاضية انا ما قصدش ان بتاعها بيفضى فعليا. انا باخد نسخة من القيمة فهو بالنسبة لي اكل نفضي. يعني القيمة ديت انا خلاص معي نسخة منها فانا مش عايز الاصل في اي حاجة. لكن هو مفيش حاجة بتفضى فعليا يعني. وبقول له خليل اسواب ده بترو لان انا كده عملت سواب فخلاص خليل اسواب ده بترو. اه هنا عملت بقى اه الاري بتاعتي بدلها الاري والحجم بتاعها او عدد العناصر اللي موجودة جوه الاري. واعمل في اه فانشن تانية اللي اسمها برينت ار ري بدلها الاري وحجمها برضو وهي بتطبعه. ده كل اللي هي بتعمله. نيجي نشغل الكود ده ونشوف. طبعا اول حاجة لازم اعمل له كومبيل لو نشغل اه سي بلاس بلاس. وبعدين اشغل الكود هيقول لك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة والجوريزم بتاعتنا شغالة والدنيا زي الفل.